وخلال اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث أكد سعيد أن هناك من يعمل على قطع إمدادات المياه عن التونسيين مما يمثل إجراما بحق الشعب التونسي وأضف سعيد أن هناك حرائق مفتعلة مؤكدا أن من يفتعل تلك الحرائق سيحترق بأسنتها أشكر كل المتدخلين الصادقين الذين أعادوا مياه الشرب بعد قطع المال مدة 18 يوما وعاد الماء والحمد لله ولكن هناك من يعمل الآن على قطع مياه الشرب في بعض المناطق أحدهم قال يوم أمس يذهبوا إلى رئيس الجمهورية ليعيد إليكم مياه الشرب قطع الماء عن السكان هذا إجرام في حق الشعب التونسي ثم بعض الحرائق حرائق عادية في موسم الصيف وفي هذا القيد ولكن هناك حرائق مفتعلة وأقولها كما قلتها يوم أمس حينما زرت بعض المناطق أن الذي يشعل النيران سيحترق بأسنتها ترجمة نانسي قنقر